سعيا منها إلى الوقوف على سير ونتائج المشاريع التي تنفذها الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير في ولاية البراكنا عاينت الوزيرة في قريتي جيمي واحد واثنين التابعتين لمقاطعة مقطع الهجار مشروعات متنوعة الدخل وكانت المزرعة النموذجية المندمجة بقرية الكرامة التي تضم مجتلة ومتجنة إحدى محطات زيارة الوزيرة إذ طلعت على جميع مكونات المزرعة وطلعت من النساء المباشرات للعمل على الفوائد التي استفدنا منها وكذا النواقص التي قد تكون عائقا في مجال استمرار المشروع وفي المزرعة الجماعية المندمجة لقرية مقطع الهجار قيد الإنجاز استمعت الوزيرة إلى جميع الشروح المقدمة من المشرفين في هذا المشروع الذي تحقق بعد طول انتظار المزرعة النموذجية للتصلاح الأراضي التذبيت الميكانيكي ببلدية صنغرافا التي تبلغ مساحتها 150 هكتارا تم تأهلها وتذبيت الرمال فيها بعينات من النباتات التي ستكون لها مردودية على القرى التي كانت مهددة بزحف الرمال هذه المزرعة كانت من أبرز محطات الزيارة لما لها من قيمة بيئية وفي قرية بغداد عاينت الوزيرة المشتلة واستمعت للتفاصيل حول فوائد المشروع على البيئة في المنطقة وأعطت تعليماتها بمواصلة الحفاظ على النباتات ورعايتها أما المحطة الآخرة من زيارة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لولايتي البراكنا وترارزة فكانت من بلدية شرقيت التي عاينت فيها الحزام الذي أسهم في تذبيت الرمال التي كانت تهدد البلدية النجازات التي قام به البرنامج هنا في ولاية البراكنا وبعض من المناطق التي فيها التحديات هذه التدخلات يعني أولا عمليات زحف الرمال وتدهور العراجي وفمن ملي تدخل دعم لجمعيات النساء اللي يستفادوا من دعم البرنامج وهذا تقريبا لا يقولوا على مستوى ولاية براكنا كاملة تقريبا 900 مرأة استفادت من البرنامج ونختار ونقول هون من هذا البرنامج وعدل بتشاور والتنسيق التام مع البلديات المعنية اللي حدوا المواقع اللي يدخل فيهم المشروع يومان من تفقد المشاريع والاستماع إلى الشروح المتعلقة بتنفيذ وقيمة الحفاظ على البيئة سيمكنان الوزيرة وطاقمها والبلديات الريفية من مضاعفة العمل المشترك من أجل بيئة نظيفة ومنتجة للجميع قناة الموريتانية محمد بلال ولاية البرنامج اشتركوا في القناة